بالتأكيد يا جماعة هتكون حاجة مؤلمة جدا لما تلاقي النرجسي بيستبدلك بشخص تاني وبسرعة شديدة جدا وبدون حتى ما يحس بأي نوع من الزنب وأكيد ناس كتير جدا بتسأل السؤال ده إزاي أنه قدر بالسرعة دي أنه ينساني ويرتبط بشخص تاني غيري السؤال الأهم من ده كله هل النرجس يا جماعة بيعامل الشخص الجديد ده بشكل أحسن؟ هل بيعامله بطريقة أفضل من معاملته ليا؟ تجربة مؤلمة جدا أنه يتم استبدالك من شخص نرجسي حتى لو كنت أنت اللي سبته تجربة دي لازم تتحملها خصوصا أنه في يوم من الأيام ويمكن يكون من فترة قصيرة جدا كان دايما بيقولك أنه أنت كل شيء في حياته دلوقتي أنت عرفت أن نرجسي شخص كذاب بشكل مرضي وبيقول وبيعمل كل اللي هو محتاج له بس علشان يجذب الناس له ويستخدمهم ويستغلهم في الوقت دا أنت بتكون شايف النرجسي بيتباهى بعلاقته الجديدة وبتسأل نفسك هل النرجسي ده اتغير فعلا في العلاقة الجديدة يعني ولا لأ؟ وهل بيتعامل معها بشكل أفضل ولا لأ؟ الإجابة جماعة مختصرة هي لأ النرجسي يا جماعة مش هيتعامل مع العلاقة الجديدة بشكل أفضل لأنه غير قادر على التغيير مهما حصل حتى لو كان ظاهر أنه بيتصرف بأنه اتغير ولكن دي مجرد وجهة وكتبة كبيرة علشان يقنع بيها الشخص الجديد وهي دي بالضبط كانت بدايته معك وفي نفس الوقت بيبدأ يسيرك ويضايقك ويحصل منك برضو على الاهتمام والانتباه له خلينا نتكلم بهدوء ونعرف بالضبط ليه النرجسي ما بيتعاملش مع العلاقات الجديدة حتى ولو كل يوم في علاقة شكل بشكل أفضل وليه أنت بالفعل حظك كويس أنه سابك أو أن أنت اتركت العلاقة النرجسية دي ونجيد بنفسك وحياتك علشان نعرف الكلام ده مهم لنا جدا أن احنا نعرف ونفهم طبيعة الاضطراب اللي جوه النرجسي وإيه هي النرجسية بالضبط الشخصية النرجسية جماعة حالة عقلية بيظهر فيها الشخص بعض الصفات سواء بشكل علني أو بشكل خفي من الصفات دي تضخم شعوره بنفسه والحاجة المفرطة والمبالغ فيها جدا للإعجاب وتجاهل طبعا مشاعر واحتياجات الآخرين وكمان عدم القدر على أنه يتعامل مع الانتقاد مع إحساسه الكبير جدا بالاستحقاق بالإضافة للكذب المرضي الأساس يا جماعة في جميع أنواع النرجسيين هو اعتقاده الشديد جدا بأنه أهم من أي حد وأنه أفضل من أي حد النرجسي لما كان طفل فيه حاجة معينة حصلت في حياته وظروف معينة اتسببت له في صدمة والصدمة دي خلته في حالة من كراهية نفسه والخجل منها مع عدم الشعور بالأمان وعلشان يقدر يتغلب على الصدمة دي بيبدأ يخلق شخصية كدابة وهمية علشان يقدر يواجه بها الحياة يتعامل بها مع اللي حواليه الوضع دا جماعة بيولد عند النرجسي عدم الشعور بالتعاطف أو الرحمة أو الحب الحقيقي لأي حد بيتحول النرجسي لشخص عنده نقص في الضمير وبيعيش طول حياته وراء قناع مزيف فيه ناس ممكن ترد علي وتقول إنها تعرف أشخاص نرجسيين ممكن يوصل بيهم إنهم يبقوا يعني أو يظهروا إنهم متعاطفين وده صحيح فعلا ولكن مع نوع من النرجسيين اللي هو النرجسي الخفي النرجسي الخفي دا جماعة عنده مهارة شديدة جدا في التظاهر بالتعاطف والبكاء وقت ما الظروف تحتاج منه إنه هو يعمل كده يعني النرجسي ما بيحسش ناحيتك أصلا بأي نوع من التعاطف أو ناحية أي حد تاني ورغم كده فهو تعلم إزاي يقدر يظهر المشاعر دي أو التعاطف دا بشكل مزيف لمجرد إنه يعرف يتلاعب بيك من أجل إنه يقدر يلبي احتياجاته بيعيش النرجسي طول حياته في محاولة منه لإنه يحافظ على ذاته المزيفة دي وأول ما بيحس بإن شخص قرب إنه يشوف حقيقته أو يهدد بإنه يكشف الحقيقة دي بيتحول النرجسي لوضع يخليه حاول تدمير الشخص دا بأي تمن الحقيقة اللي بيخاف منها النرجسي أكتر من أي حاجة تانية إنه غير مميز أو متفوق أبدا ولكن دي صورة مزيفة بتخليه يقدر يواجه الحياة والعالم اللي هو عايش فيه واللي بيحس طول الوقت بإن العالم ده ضده يبقى العرض النرجسي ده أو الإمداد النرجسي هو بيعتبر الدواء اللي بيدور عليه النرجسي طول حياته وهو ده الشيء اللي بيوفر له راحة مؤقتة من الاضطرابات الداخلية اللي بيعاني منها علشان كده البحث عن الإمدادات النرجسية هي هدف النرجسي الوحيد في الحياة لأنه بيعوض بيها النقص اللي جواه الإمدادات النرجسية دي بتكون عبارة عن الإعجاب والمتح الدائم والشهرة والقوة والتحكم والتلاعب وإنه يمتلك الشريك المثالي والأسرة المثالية والمنزل والوظيفة والسراء وحاجات تانية كتير جدا بالنسبة للنرجسي فالناس مش أكتر من أشياء ممكن استخدامها وقت ما يحب ويرميها وقت ما يحب والنرجسي مش ممكن حيتردد أبدا في إنه يهمل ويرمي أي شخص مرتبط به بمجرد إنه يحس إنه ما بيدلوش الإمداد اللي هو محتاج له منه يعني زي ما أنتوا شايفين العرض النرجسي ده مش شخص بيحبه النرجسي أو سعيد بيه ولكن هو الشيء تم تجنيده لحساب النرجسي علشان يبدأ يزوده بكمية من الإمداد النرجسي يعني دور العرض النرجسي الجديد اللي ارتبط به النرجسي ده من بعدك هو تغذية إدمان النرجسي وهو دي مهمته طيب إزاي النرجسي بيتعامل مع العرض الجديد؟ أول حاجة لازم تكون فهمها إن النرجسي بيحب جدا إنه يتباهى بالإمداد الجديد ويكون ظاهر عليه إنه سعيد جدا بشكل لا يمكن تصوره وده مش معناه أبدا إن النرجسي بيحب العرض الجديد ده ولكن معناه إنه بيحب إنه يندفع بكل قوته علشان يحصل على الإمداد ده بأقصى طاقته النرجسي محتاج منك كل حاجة جواك حتى دعمك النفسي له طبعا يعني أنا عارف إن كمية الألم بتكون رهيبة جدا اللي بتصيبك بسبب مرورك بالتجربة دي وهي تجربة الاستبدال بعد فترة طويلة أو قصيرة مش هتفرق كتير ولكن اللي بيوصل لك في الوقت ده إنك شيء ما لكش أي أهمية زي ما أنت كنت فاكر طيب هل النرجسي يا جماعة بيكون سعيد بالعرض الجديد ده أو بالعلاقة الجديدة؟ مرة تانية يا جماعة هنقول السعادة مع النرجسي عمرها قصير جدا لإن هو من داخله ما بيشعرش بأي سعادة الشعور بالسعادة اللي بيكون ظاهر عليه بيكون خلال مرحلة المثالية أو مرحلة قصف الحب مع العلاقة الجديدة وهيكون ظاهر عليه شعور بالرضى ناحية الشخص الجديد لكن مش هيعد وقت طويل قبل ما يبدأ يحس بالملل ويتغير كل شيء في المرحلة دي في المرحلة دي بيحس النرجسي بجد إن الشخص ده هو أفضل حد ممكن يتعامل معه أو يرتبط به وإن هو ده الشخص اللي هيخليه سعيد طول حياته لأن الشخص اللي ارتبط به ده بيلبيله كل احتياجاته اللي منتظرها منه كل المشكلة بالنسبة للنرجسي إنه محتاج لأي شخص مهما كانت نوعيته علشان يحلله مشاكله النفسية الداخلية ويخليه حس بالسعادة اللي بيدور عليها وما بيلاقيهاش أبدا أكيد يا جماعة مش هي دي الطريقة الطبيعية للعلاقات الصحية لأن العلاقات بتكون قائمة على التبادل وكل طرف بيعمل كل اللي بيقدر عليه علشان يسعد الطرف الثاني وبسبب إن النرجسي ما بيتحملش أي مسئولية عن تصرفاته أو أفعاله فبالتأكيد هيجي يوم والعرض الجديد ده أو العلاقة الجديدة دي تخيب أماله ويحس منها النرجسي بإنه مش على مستوى توقعاته الغير وقعية وحيبدأ النرجسي يرمي باللوم عليها ويستخدم معها الأساليب اللي يستخدمها معاك بالزبط المهم لنا دلوقتي إن إحنا عايزين نعرف هل بيتعامل النرجسي مع العرض الجديد بشكل أحسن من مكان بيتعامل معاكي ولا لا أرجوكم يا جماعة حاولوا تفهموا إن النرجسي مش بيتعامل بشكل كويس ولا حاجة ولكن بيحاول يتلاعب به بشكل أفضل وهو ده الفرق اللي بيحصل النرجسي ما بيتعاملش مع العرض الجديد بشكل أفضل ولكن بيتلاعب به بشكل أفضل النرجسي هيستخدم كل المعلومات اللي جمعها منك ويعرفها عنك بالإضافة طبعاً لكل اللي جمعه من المصدر الجديد وحيبدأ يطبق كل ده في عملية التلاعب به ممكن تلاحظ كمان إن النرجسي حيتعامل مع العلاقة الجديدة أو المصدر الجديد معاملة رائعة جداً وممكن تلاحظ كمان إنه بيعمل نفس اللي عمله معاك مع العرض الجديد زي مثلاً إنه يروح مثلاً نفس المطاعم اللي كنتوا بتاكلوا فيها مع بعض أو يروحوا نفس الأماكن مثلاً اللي كنتوا بتقضوا فيها أجهزاتكم يعني النرجسي بيعمل كده وهو متأكد طبعاً إنك متابعه وبتعرف أخباره وعارف إنك هتشوف كل اللي هو بيعمله مع العرض الجديد ده وده هيسبب لك طبعاً قلب شديد جداً هيئذيك نفسياً بشكل صعب وده في حد ذاته إمداد نرجسي مهم جداً هيسبب للنرجسي متعة أكبر لما بيلاقيك بتتعذب وبتتقلم من علاقته الجديدة كمان سؤال مهم يا جماعة هل نرجسي بيحب العرض الجديد ده؟ سبق وتكلمنا في موضوع ده قبل كده عن إحساس النرجسي بالحب وهل هو حقيقي ولا لا النرجسي يا جماعة ما بيقدرش يحس بالحب وما عندهش القدر على الشعور به أو تجربته بالشكل اللي الناس الطبيعية بتحس به كل اللي النرجسي بيحس به هو إحساس مؤقت بالسعادة لما بيحصل على إمداد جديد النرجسي بيؤمن بإن هو أهم منك ومن أي شخص تاني وهو الوحد اللي بيستحق إنه يتحب وإنه يكون مرغوب هو ده الحب الوحيد اللي يعرفه النرجسي إنه يكون مرغوب أو محبوب ولكن ما تنتظرش إن النرجسي يتبادل الحب معاك أو مع أي شخص تاني علشان كده لما تلاقي النرجسي بيقولك أنا بحبك فتأكد إنه ما يقصدش كلمة الحب بنفسها ولكن هو يقصد أنا بحب إنك تحبني وكمان أنا بحب اللي انت بتعمله علشاني وانا بحب اللي انت بتدهوني علشان كده النرجسي ما بحبش الامداد الجديد زي ما هو عمره ما حبك ابدا ومش هيحب اي حد تاني ولا انت ولا هو كل اللي هيقابله العرض الجديد ده او الامداد الجديد ده هو نفس الشيء اللي انت مريت به واللي انت قابلته في علاقتك بشخص نرجسي وبالرغم من ان نرجسي ممكن يستخدم طرق مختلفة مع العرض الجديد الا ان دورة الاساءة النرجسية هي الشيء الوحيد المؤكد انك تتوقع انه يحصل في اي علاقة نرجسية على قد ما هي بتكون تجربة مؤلمة وفيها ضرر وقزة وفيها مقدار كبير من كسر النفس للضحية الا انك لما بتقدر تتحرر من العلاقة النرجسية دي بتحس كأنك اتولدت من جديد وبتقدر في الوقت ده انك تعيش حياتك بالشكل اللي انت محتاج له واللي بتستحقه وجه الوقت اللي بتقدر تكون فيه الشخص اللي انت عايزه اهم شيء ممكن تعمله لنفسك من دلوقتي بعد ما بتسيب النرجسي هو انك تحاول تعالج جروحك الداخلية وتبدأ رحلتك ناحية استقلاليتك وحريتك بدون الاعتماد على اي حد تاني ممكن يستغلك او يسئلك دي كانت حلقتنا النهاردة جماعة اتمنى انك كانوا استفدتم بيها وماكنت طولت عليكم وباشكركم ونتقابل الحلقة الجديدة ان شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته